وعلى هامش المنتدى تم توقيع تجديد بروتوكول اتفاقية الشاركة بين اتحاد الصناعة وتجارة والصناعات التقليدية ونظيرتها الاسبانية فدى سمير ماجول رئيس منظمة العراف أن التجديد الذي تم اليوم هو ترجمة لمدى حرص البلدين على مزيد تعزيز التعاون في عديد القطاعات وأهمها الاستثمار الاسباني في مجال الاسمنت وأكد أن النجاح في تحقيق هذا الهدف يتوقف على ضمان المناخ الاقتصادي والاجتماعي السليم إذا كانت المستثمرين الحاليين الاسبان في تونس نشجعهم ونقاو حلول في مشكلهم هم يزيدوا يستثمروا ويكونوا أحسن صفراء للمستثمرين اللي مزروا مجاوش واللي ان شاء الله يجيوا الجهد علينا حنره وقت اللي ينوليه عنا زيرو غريب يعني وقت اللي نظم له تشريع يكون واضح تشريع الاستثمار يكون واضح خلي نخلقوا يعني استثمارات جدد خلي نخلقوا مواتن شغل خلي نجلبوا الاستثمار الأجنبي ونجلبوا خاصة الاستثمار اللي هو مواجه للتصديق